شكرا لك شكرا لك شازلي التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت تيجرينش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس البرازيلي لولا دا سلفا وصراح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد التباحث حول مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المترضية في قطاع غزة وتطورات التصايد العسكري الجاري وذلك في ضوء الرئاسة البرازيلية الحالية لمجلس الأمن الدولي وتوافق الرئيسين خلال الاتصال حول أهمية تعزيز التنصيق للجهود الدولية والإقليمية لوقف التصايد واستعرض الرئيس السيسي نتائج الاتصالات التي تقوم بها مصر مع جميع الأطراف لدفع جهود التهدئة وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مؤكدا ضرورة تحامل المجتمع الدولي مسئلياته في هذا الصدد تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكية جو بايدن وأكد عباس خلال الاتصال أن السلام والأمن في المنطقة يتحققان من خلال تنفيذ حل دولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية واستعداد الجانب الفلسطيني للعمل من أجل تحقيق هذا الهدف وأشهد الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال على ضرورة السمح بفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة وتوفير المواد الأزهانسية والمستلزمة الطبية وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك والرفض الكامل لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أكدت منظمة الصحة العالمية أن الإجلاء القصري لألاف المرضى من شمال غزة إلى مؤسسات صحية مقتضة في جنوب القطاع سيكون بمثابة حكم أعدام وأدانت المنظمة بشدة الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى يعالج أكثر من ألفين مريض في شمال غزة مشددة على أن الإجلاء القصري للمرضى والعاملين في المجال الصحي سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية والصحة العامة الحالية أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى سكان غزة وقالت رئيسة المفوضية أنه بعدما أجرت محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرج ستزيد المفوضية حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو ما سيرفع المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه تم التأكد من وفاة 29 مواطنا أمريكيا في التصعيد الجاري بين الإسرائيليين والفلسطينيين وذكر المتحدث الأمريكي أن بلاده على علم بفقد 15 مواطنا وشخص آخر يحمل إقامة قانونية دائمة مضيفا أن العمل يجري على مدار الساعة للعثور عليه استشد أكثر من 400 مواطن فلسطيني وأصيب نحو 1500 آخرين في عشرات الغارات التي نفذها الطيران الإحتلال الإسرائيلي في الإسرائيل في اليوم الثامن للعدوان وأفادت توكات الأنباء الفلسطينية الرسمية وفاة بأن طيران الإحتلال نفذ سلسلة غارات استهدافت عشرة منازل مأهولة بالسكان في دير البالحة وسط قطاع غزة مع أصفر عن استشهاد أكثر من 80 مواطنا وإصابة نحو 250 آخرين أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية أن تشاي جون المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط من المقرر أن يزور المنطقة هذا الأسبوع للدفع من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق نار بين الفلسطينيين والإسرائيليين وكان وزير الخارجية الصيني وان جي قد دعا الولايات المتحدة إلى لعب دور بناء ومسؤول في النزاع كما حضى على عقد اقتماع سلام دولي في أقرب وقت ممكن للتعزيز التوصل إلى توافق واسع نطاق ورياضيا خاض المنتخب الوطني الأول ميرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة الجزائر وديا على ملعب هزع بن زيد بالإمارات والمقرر لها غدا في ختم معسكر الفراعينة في أكتوبر الجاري وكان منتخب مصر قد فاز على نظيره الزامبي بهدف دون رد عن طريق حمد فتحي في اللقاء الذي جمع المنتخبين على استاد هزع بن زيد بمدينة العين الإماراتية الخميسة الماضي في إطار استعدادات مشاركة في بطولة كأس أمم إفريقية 2023 والتصفيات مؤهلة لكأس العالم 2026 ختم مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر